ونسى بنكمل مع حضراتكم حلقتنا في نهارك سعيد ويمكن من يناير اللي فات يناير 2011 مش 2012 ونحن بنقول ان احنا في حالة تعلم ونفضل نتعلم فترة طويلة ان احنا بنجرب حاجات لأول مرة من ضمنها اصلا التظاهر من ضمنها ان احنا نقف ونطالب برأينا ودي كانت اول حاجات اللي احنا بدأنا نتعلمها اليومين دول اكيد كننا متابعين ان فيه دعوات للإدراب العام وشوية نسمعها العسيان المدني وبصراحة الناس كتيرة مش قادرة تفرق ايه الفرق بين الاتنين اصلا وهل ده معناه ان كده مندسين هيدخلوا فوسط الناس تاني والقادي الخفية هترجع تعرف تعبث بأمن البلد والوطن ده معناه ان هيبقى عندنا انفلات امني اكتر تساؤلات كتيرة الناس مش فهمها بكلنا يعني مش الناس اللي هو انا براهم وانا كمان من ضمن الناس اللي عندي هذه التساؤلات فهنا نعرف تفاصيل يعني ايه ادراب يعني ايه عسيان وده معناه ايه وده نتيجته ايه وهيروح بينا فين يوم ولا اكتر كل ده هنعرفه من استاذ محمد رقوف غنيم هو مؤسس التحرك الايجابي اللي هي عضو في تحالف القوى الثوريان هارك سعيد يا فنس طبعا خير بداية كده يعني ايه ادراب عام ويعني ايه عسيان مدني خلينا ناخدها خطوة خطوة هو اول حاجة لازم نعرف يعني ادراب ادراب هو وهنا المقصود هو الادراب عن العام يعني احنا عارفين طبعا فيه ادراب عن الطعام وما شابه انما احنا هنا بنتكلم عن الادراب عن العمل وبيندرك تحته التقاعص عن اداء دور المغاطن العادي اللي هو ايه اللي بيشتغل في المصنع ما بيروحش مصنعه او ما بيشتغلش اللي بيروح جمع مايروحش الجمع اللي بيروح مدرسة ما بيروحش مصنعه ده نوع من انواع تصعيد مطلب معين لم يتم تلبيته يعني لو فيه طلاب انا هدي مثل حتى بعيدا عن السياسة وكل اللي بيحصل النهاردة على الساحة لو فيه طلاب طالبين مطلب معين من ادارة الجمع والجمع بترفضوا وبيعيدوا طلبوا تاني وتالت ورابع ده بتبقى وسيلة اكيرة انهم يصعدوا مطلبهم ده وده نفس الحكاية بالنسبة للعمال وما شابه ده الادراب لما بنيجني كان بقى الادراب العام لما يجي مثلا مصنعين تلاتة او فئتين تلاتة تبتدي تشترك في هذا الادراب او تعمل الادراب لما تيجي جمعتين تلاتة يعملوا ادراب والعمالية تتصعد وتبقى بتشمل زي ما احنا شايفين من النداءات اللي عملين نسمحها بقالنا اسبوع دخلها في سبعة واربعين جهة وهيئة مختلفة نبتدي نتكلم عن ادراب عام ادراب عام يعني بيشمل قطاعات عديدة او هيئات عديدة او مؤسسات عديدة فبتتصعد لان هي في الحالة دي بيبقى مطلب سياسي عام يعني اصبح منش مطلب خاص بمدرسة مؤسسة جامعة مصنع ولكن اصبح مطلب عام لالفئات المضربة الادراب والادراب العام هم في تعريفهم هم عصيان للدور الذي لابد ان يؤديه العامل او الطالب بمعنى انت لازم تروح الشغل لازم تروح فانت بتعصي هذا الامن يعني ما بتعملوش فده بياخدنا لتعريف العصيان المدني اللي كتير بنتكلم عليه وهو له اساس في التاريخ سواء في التاريخ المصري او في التاريخ العالمي حتى في حركات الاحتجاج ويسمى بالسيفل دي سوبيدينس هو ان احنا كمجتمع بنوصل لوضع ان احنا بنلاقي ان حقوقنا حقوقنا الشرعية او طلباتنا اللي احنا في اعتقادنا الشرعية لا تلبى فبنوصل لدرجة ان التظاهر مش جايب نتيجة المسيرات مش جايبة نتيجة النداءات مش جايبة نتيجة طلوعنا في الفضائيات وكتابتنا في جرانت مش جايبة نتيجة صراختنا مش جايبة نتيجة فبنوصل لمرحلة ان احنا بنقول خلاص كفاية اشتباكات كفاية تصعيد كفاية صراخ احنا حنقعد في مكاننا ومش حنقدي دورنا العادي مش حنروح شغلنا مش تعامل مع الجهات الحكومية مش حدي دورنا كمواطن عادي لغاية لما يتم تلبية المطالب الشرعية لكل الفئات الطالبة العام فهو نوع من التصعيد اضراب اضراب عام عصيان المدني اوكي طيب خليني يقف هنا شوية الاضراب العام ده حاجة قانونية يعني القانون الدستور بيكفل لهذا الحق فعليا خليني نكلم على مستوى القانون الدولي على مستوى القانون الدولي العصيان المدني هو نوع من انواع الاحتاجات المعترف بها يعني حق التظاهر وحق التظاهر السلمي دول مكفولين عالميا تبقى للقانون الدولي وفي معاهدات دولية كثيرة وجمهورية مصر العربية منضمة لهذه المعاهدات تكفل للمواطن المصري حق التصعيد في الاحتجاج طالما بطرق سلمية وهنا العصيان المدني لابد ان نوضح ونشير بعض الواحد بيسمع كلام مهول جدا اليومين اللي فاتوا يخليه واحد خايف يخرج من بيته وهو في الواقع شيء متحت شوية لان هو العصيان المدني في تعريفه هو سلمي للغاية تعتبر بيتكو يعني المفروض صحيح يعني يتعتبر بيتكو يتعتصم في مكان عمل ايا كان انما في كل الاحوال حتى يعني لو نبص على التاريخ التاريخ بقى خلينا نشوف كده العصيان المدني يتجاه منين لان بنسمع كلام تم بقولها عريضة غريب جدا في الفضائيات وفي التليفزيون سواء الحركات اللي كل الناس بتكلم عليها اليومين دول اللي احنا في التاريخ مسبتة سواء في الهند غندي سواء في جنوب افريقيا نيلسون منديلا سواء في امريكا الولايات المتحدة كان مارتين لوثر كينج على رأس اللي هي اللي هي الحقوق المدنية الحركة او في جنوب افريقيا ضد التفريقة العنصرية او في الهند ضد الاستعمار البريطاني كانت دايما وسيلة سلمية بحتة للوقوف ضد مستبد عشان ننتزع منه حق لم ننجح في انتزاعه بالطرق الدموية او الصراعات العادية او الاشتباكات وبيبقى دايما منعا منعا لسفك الدماء ومنعا للتصعيد فهو يعني اذا سمحتيلي انا طبعا في كلام كتير اوي ممكن يتقال ومعرفش لا انا مش هايزة بس انا عايزة في اذن هو حق دستوري بدون شكل للمواطن بشكل عام بدون شكل وده لا يعتبر كسر القواعد ولا القوانين ولا اي حاجة بالزبط كان بالزبط كان سمعين بقى كلام انه في نفس الوقت بنسمع انه لو مواطن اضرب عن العمل من حق صاحب العمل ان يفصله برضو قانونيا هنا هنحتاج نلجأ لقانون العمل وبردو عشان ما بقاش بقفتي فيما لا يصحيلي الافتاء به انا مش ضليعة ومش عايزة اتكلم اه اه لا بس بس اللي دي من الحاجات اللي بدأت ناس تلوي ادراعوا عن الناس بيها انه انتو لو اضربتوا العمل هنفصلكم عن العمل وعلى فكرة دي مش حاجة خاصة بمصر دي حاجة دايما في اي دولة وفي اي منطقة يعني حاجة برضو نبعد عن السياسة لما بيكون اي حق مقدر فلنعتبر ان صاحب عمل مستبد وصاحب مصنع مستبد وله من العمالة والعمال اللي هو بيستغلهم باسوأ الطرق لما هما بيجوا بيستغلوا هذه الوسيلة السلمية وبيقولوا احنا حنضرب بيبقى دايما الجملة اللي حادثك قلتها بتبقى دايما اول ما يلجأ لها ان اول حاجة بيقول لهم يا تستحملوا وغصبا عنوكو تفضلوا تشتغلوا يا اما وحارميكو برا واجيب جيركو يعني اللي بيقال دا دلوقتي دي مش حاجة مش بدعة يعني في ناس كتير برضو في مقولات بنسمحها اللي مش عايزين يشتغلوا ويروحوا في ناس كتير عايزة دي مقولة على مدار التاريخ ودايما ودايما من منطلق اللي هو بيسموها اللوجيك اللي هي ايه منطق اه منطق زي ما حترده حرد عليك دي حاجات معروفة جدا اللي بيقولك انا بقدرب عشان استرد حق ابسط حاجة للمستبدن اللي يقول له حارميك برا واجيب غيرك فهو احنا برضو عشان بقى نخش في الصياق اللي احنا بنحصل فيه اللي احنا نعيش واليومين دول فعليا عايزين نشوف مين هم اللي طلبوا بالاضراب بالاضراب يعني في ناس كتير طالع على التلفزيون بتقولك الاجندات وبرضو محاولات لهدم الدولة وطبعا انا باتحك شوية لان يعني لو رجعنا كده ريويند لأربعة وعشرين يناير الفين وحداشر احنا نقي نفس المقولات هو اللي انا بستغرب له شوية والغريب ان هما نفس الاشخاص كمان يا والله اللي انا بستغرب له اكتر ان هما مش نفس الاشخاص اللي بستغرب له اكتر ان فيه بعض الفصائل اللي كانت على هذه الناحية اللي كانت بتطالب بالاضراب النهاردة بقتها اللي بتقول الكلام ده يعني معلش يعني انا بستغرب جدا لما اسمع على لسان بعض القيادين في حزب الحرية والعدالة اللي هما من جماعة الاخراء المسلمين معلش انا مضطر اقولها لان انا مستغرب جدا لما يطلع يقال ان دي محاولات اللي هدم الدولة ممولة من الخارج في حين ان ده يعني ايه قص و لاز نفس كلام بالزبط النظام الحاكم السابق لما اعلننا عن مظاهرات 25 يناير السنة اللي فات بس هما كمان ان اخوان المسلمين كانوا رفضين للتظاهرات في 25 يناير اللي فات يعني في 2011 كانوا رفضين ما كانش ليهم نفس التصريح بتاع انه ده ممولين من الخارج واجندات بس هما ما اعلنوش تضامنهم غير يمكن بعد 28 بشكل راسم ومع ذلك احقاقا الحق انا لازم اقول لا جامعة الاخوان المسلمين كانوا موجودين كافراد لا كانوا موجودين كافراد بس مش بس كده ها استاذ عادة هما يعني التاريخ الاخوان المسلمين الحقيقة مشرف بالمعارضة يعني برضو ما تخلوناش ننسى ان الاخوان المسلمين سهموا بطريقة كبيرة جدا على مدار العشرين سنة الفاتت في خلخلة النظام السابق سواء بظهرهم كمعارضين سواء ان هما فعلا بانضمامهم لحركات احتجاجية يعني كان فيه اعضاء من الاخوان المسلمين في حركة كفاية وكانوا بيسهموا في هذه الخلخلة طبعا النهاردة هو كلامه متغير انما انا مش عايز اركز مش عايزين طبعا انا عايز بس اقول مين هما اللي نادوا بالاضراب مين بقى اللي نادوا بالاضراب مش الحركات السواء اللي نادوا بالاضراب هما فئتين الطلاب والعمال خلونا نفهم بس احنا داخلين على ايه عشان نعرف نحللوا الناس اللي بتقول مموالين ليه الفئتين دول هما اللي نادوا بالاضراب ليه بحاجة بسيطة جدا نحن عايزين نشوف الناس دي بيعقولوا كده ليه العمال فعليا بعد السنة من هذه الثورة اللي كانت شعارتها بمنطق الوضوح حرية وعدالة وعدالة اجتماعية يعني عيش حرية وعدالة اجتماعية او كرامة انسانية ما اجنوش ولا ثمرة من هذه الثورة لم يحصدوا اي مكاسب حالتهم لم تتغير لغاية النهاردة ما فيش قوانين تحسن من من حالتهم ولا حد ادنى وحد اقصى الاجور ولا تثبيت للعمالة المؤقتة يعني فيه حاجات كتيرة ظروف مصاحبة كتيرة جدا خلت العمال النهاردة يحسوا احنا طلعنا من المولة بلا حمص معلش في البلد فهم حسين ان الوضع ده ما يقدروش يستنوا عليه بعد سنة من هذه الثورة وناس عمالة تحتفل وناس نازلة تحتفل بالثورة وناس تحتفل بمكاسب معانا وناس بتقول اه احنا ماشيين في الطرق الصحية وهم ما شافوش حاجة ده الاول التاني هما الطلاب احنا الشيء المؤسف ان احنا بعد اسبوع النهاردة اول خميس النهاردة خميس الشهداء الناس اللي في برسعيد شباب شباب مصري ولا كان بيتظاهر ولا كان بيدرب طوبة على حد ولا كمان رايح يلش ماتش كورة اربعة وسبعين جثة وفي كلام وفي كلام منهم اكتر وغير معلن يعني انا بقول المعلن اربعة وسبعين جثة تسعين في المائة منهم من الطلبة والتلامزة راجعين لأهاليهم بعد ما تشكورة حضرتك لو احنا كلمنا وشوفنا الناس عركات طلابية كتير وجامعات ومدارس اللي مخليهم ينضموا بهذه القوة وحتى ادارات جامعاتهم ومدارس مش قادرة تعارض ان فيه اخواتهم واصدقائهم ماتوا وابلاها فيه كمان الطلبة اللي تقتلوا فيه محمد محمود او فيه ماجلس الوزر او الشرق اصر العين يعني طلبوا كان فيه وقفات تحتاجها كتير في جامعة عن شمس وجامعة القاهرة احنا مش عايزين نقصي على الحادثة الاخيرة بس انا بقول ليه التصعيد ده حصل دلوقتي تصعيد ده حصل دلوقتي لان فعليا مر السنة على الثورة وفيه حاجات معينة ما بتحصلش وفعليا الفئتين دول وبالذات ارجع وقول الطلبة الامر اللي هو مخزي شوية ان احنا بعد اسبوع من الحادثة المفجعة دي بنتكلم عن عجلة انتاج وبنتكلم عن اهضار موارد دولة وعن هدم مؤسسات وهدم منشآت وهدم مباني انا دعيني بس يعني احط كده نظرية انا اقول طول ما احنا طول ما احنا كشعب حطين المنشآة والمبنى والمؤسسة اهم من روح الانسان طول ما انا اعتقد ان الطريق قدامنا لسه طويل انا مش هتكلم من منظور حقوقي ولا حقوق انسان ولا غيره لان دلوقتي بيتضحك على كلمة حقوق انسان انا هتكلم من منظور شخصي شخصي يعني لما واحد لما واحد يفقد ابنه اللي رباه واللي علمه واللي بيشتري له جزمته وبيتفعله دروسه ويروح ابنه يروح ماتش كورة ويرجع له في كفن مع احترامي انا مش قادر مش قادر اخش في حوارات عن منشآت العلم ان هذه الندقات ان دولة بتقع وان الدولة بتتهد كلها ندقات مع احترامي لجميع ندقات فارغة هذه الدولة استعمرت لمدة مئات السنين ولم تقع هذه الدولة شافت بلاوي من ناس نهبوها على مدار عقود ولم تقع الدولة مش هتقع لما ناس لمدة يوم او يومين يقوموا بدور هم شايفين ما بقاش في ايدهم حاجة تانية غير انهم يعملوه الدولة عجلة الانتاج اللي احنا منتكلم عليه عجلة الانتاج دي تسرقت عجلة الانتاج تسرقت وفلوسها موجودة برة عجلة الانتاج تسرقت وفلوسها موجودة برة اللي بيتظاهروا وخايفين على ان الناس مش لقيا مش لقيا قوت يومها احنا مع الناس دي احنا ما بننزلش ضد الناس احنا عايزين عايزين نرجع فلوس الناس عايزين نرجع حق كل مواطن في الحياة الكريمة الناس اللي نازلة سواء هي سواء احنا ضد او مع انا بقى حرجع كده خطوة الورى واقول من حق كل مواطن ان يكون معه او ضد حق كل مواطن يقول انا حاضرب او لن اضرب بس مش من حق اي مواطن ودي بقى الجملة اللي انا بقولها تخوين او تكفير من يستخدم حقه الشرعي في التظاهر السلمي اللي نازل اللي حيضرب اللي نازل في مسيرة سلمية لا يعني انا لا اعترف بحق اي حد في تكفيره او تخوين عندي سؤالين واحد هو متوقع ان اضربه بكم يوم اصلاح ايك قلت يوم او يومين ولا ممكن اكتر الحقيقة احنا في اطار الاجتماعات اللي احنا بنعقدها مع مجموعات الشبابية والحركات الثورية انا عايز بس اأكد ان احنا لم ندعو بقدر ما ان احنا تضمننا مع الدعوات ومع النداءات يعني احنا اتحطت كده قدامنا احنا بنجتمع بصفة دورية كل الحركات والمجموعات الشبابية وغيره لقينا قدامنا اكتر من 30 نداء وبيانات طالعة من جماعات ومساعد بالاضراب وبعضهم يذكرون العصيان المدني والبعض الاخر كاتب الاضراب العام فاحنا رأينا ان من واجبنا ان احنا نتضامن معهم نتضامن معهم بمعنى ان احنا ننزل معهم لو في مسيرات يوم الجمعة ننزل معهم يوم السبت في مسيرات هادئة يعني مش صاخبة مش هندخل في اشتباكات انما بالنسبة للتوقيت احنا رأينا او يعني الضمير الموحد لهذه المجموعات الثورية رأوا ان مش من المصلحة ان احنا نخش في اضراب عام مفتوح لان قد يكون هذا فيه ضرر اكثر من نفع فمن وجهة نظرنا ودي حاجة اتنقشنا فيها كتير على مدارة 48 ساعة اللي فاتوا ان احنا شايفين ان يوم السبت والحد والغاية يوم الاتنين قد يكون ده اقصى اللي المفروض نوصله احب اقرر احنا ما لا نقرر بالنيابة عن الاخرين مفيش حد في مصر قاعد بيدوس على زرار الناس هتنزل الناس هتطلع ده قرار مستقل لفئات معينة للطلاب انما معظم اللي انا سمعته ان هو داخل في السبت والحد ده الاكثر لو ما تحقيتش المطالب اللي هي اللي محتاجة عرف ايه هي اصلا يعني محتاجة عرف المطالب بتاعتك بس هي لو ما تحقيتش المطالب المفروض لاجراء اللي بعد كده هي المفروض ان دي بتبقى اداة يعني هكلمك بقى بالطريقة النظرية المفروض ان دي بتبقى اداة الناس استخدمتها مرة شافت هل هي بتنجح ما بتنجحش يعني قدرنا نعملها ما قدرناش في ناس اضربوا فعلا ولا الناس ما اقتنعتش بيها واعتقد ده حياخد صياقه الطبيعي للاشياء يعني ايه انت لما تعملي حاجة اول مرة يحتاجة تجربيها تشوفي ايه اللي هيحصل تشوفي ايه التجاوب عليها ولا لأ عشان نرجع بقى للسؤال مهم جدا اللي حررتك سأل فيه المطال المطال من اهم الاشياء اللي اي حد بيعارض ده بيقولك انتو نازلين ليه طب ما المجلس العسكري قال حيامل كذا وكذا احنا اعتقد ان ما حدش يقدر ينكر اللي حصل يوم خمسة عشرين يناير اللي فات لما نزل ملايين من المصريين ومع احترامي النداءات ما حدش يقدر يطمسها النداءات كانت واضحة جدا بتسليم السلطة النداء الاوحد اللي كان موجود في كل مصيرات في عنحاء جمهورية مصر العربية كان يسقط حكم العسكر وهو ليس هجوم على العسكر ولا الجيش بل بالعكس هو دفاعا عن جيش مصر دفاعا عن جيش مصر بمعنى ان احنا او الشعب المصري شاف ان القوة القائمة على ادارة شؤون البلاد التي تولت بعد تخلي حسن المارك اخفقت في اشياء كثيرة جدا واهمها اهدار كرامة المصري واهمها ان ما عملش ما فيه ما بقاش فيه ولا عيش ولا حرية ولا عدالة اجتماعية زي ما احنا كلنا كلنا نأمل فاصبح المطلب الاساسي هو تسليم السلطة دلوقتي حدرتك قلتي كلام جميل اللي قلتي تم هما فتحوا باب الترشيح في عشر مال للأسف الشديد ودي برضو حاجة لازم الجميع يتيقن لها ان فيه قطاع كبير جدا اصبح لا يصق في هذه السلطة انها تدير عملية كتاب الدستور ولا تدير عملية خبات رئاسية بالذات ان هذه القوة قبل ما المجلس الشعب يخش في اول جلسة له بتلات ايام اصدرت قانون غريب جدا مادة غريبة جدا مادة تمانية عشرين اللي هي بتقول بمنتهى البساطة ان لا يحق لأي مخلوق الطعن بأي طريقة على نتيجة انتخابات الرئاسية يعني احنا اصبحنا في وضع شخص او جهة تدير هذه البلاد لا نصق فيها بحكم ما رأينا منها ناس بيهضر دمها ناس بتتقتل ولا يتم الدفاع عنهم ناس ماتوا بقالهم سنة يا فندم اكتر من الف شهيد مفيش بني ادم واحد واحد اتحاكم وقودين على مقتل اكتر من الف بني ادم خلينا بس نحط الحاجات في النصابها الحقيقي بلاش نجري ونهارول والعجلة والكلام ده احنا بكلم على الف روح بني ادم اهدروا وما فيش بني ادم اتحاكم عليهم ففي اطار كل ده وعدم الثقة الموجودة بأصبح فيه وعي عام ان هذه الجهة من الصعب جدا نستئمانها على حاجة في حيوية كتاب الدستور للبلاد وانتخاب رئيس للبلاد طيب اذا المطلب الوحيد هو رحيل المجلس العسكري وتسليم السلطة مدنية ده المطلب الاساسي للإدراء بلاش اقول الوحيد لان ارجع الاساسي الاساسي لان ارجع وقول كل فئة لها مطالب مشروعة يعني حكاية قانون للحد الادنى والحد الاخصى الاجور ده حاجة مشروعة ان انت فعليا تدي عقود عمل لناس بيعملوك عمالة مؤقتة بالنسبة حاجة شرعية كل دي حاجات كان مفروض الثورة الثورة 25 نازلت نادت بيها احنا بنقول المطلب الاساسي من منطلق ايه ان ده لو اتحقق نحن نأمل ان هو ده الطريق السليم ان يرجع الامن الحقيقي في البلد احنا النهار ده عاملين منتكلم على الامن والاستقرار ومعرفش ايه ومش واخدين بالنا ان الطريق الوحيد للامن ان انا بقى اامن على ولادي هو انه يبقى فيه استقرار حقيقي ولن يكون هناك استقرار في هذا البلد بدون عدالة بدون عدالة مفيش استقرار يعني حتى لو سكتنا الناس النهار ده هنعرف نسكتهم بكرة فارجوا من من يأملوا وبينشدوا وحيموتوا على هذا الامن انهم يفهموا انه عمره ما هيجي طول ما ما فيش عدالة طيب استاذ محمد رؤوف غنيم مؤسس تحرك الايجابي وهو عضو في تحالف القوى الثورية باشكر حياتك شكرا جزيلا هنجدك معنا وعندي تساؤل يعني مش بدون عيب عندك اجابة هو انسحاب الشرطة ولما عادنا نتحيل عليهم هم ينزلوا وارجوك ورجعوا واشتغلوا تالي ده كان يصنف اضراب عن العمل ولا عصيان مدني معرفش ممكن نختلف فيها بس هو فعاليا هم يعتبروا مدنيين واعتبروش مدنيين صحيح يبقى عصيان عسكري يبقى ان نشوف بقى ان يبقى بس ده كان يصنف اضراب اشكرك على هذا التساؤ يعني اشكرك على هذا وبعتقد ان كنا محتاجين نتجاوب عليه بوقت من الوقت لسه مكملين حلقتنا في نهرك سعيد خليكم معنا